بسم الله الرحمن الرحيم الاوضاع اللي موجودة في ارض فلسطين المحتلة وتحديدا في ارض غزة ارض العزة ربنا يحفظهم وينصرهم على اعدائهم اعداء الدين اللهم امين الناس كتيرة جدا لما بتيجي تفكر في الاحداث اللي حصلة واعداد المسلمين اللي بتموت والمحتلين اليهود في ارض المسلمين ارض فلسطين بيبتدوا يفكروا في علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى واحداث نهاية الزمان وايه اللي هيحصلوا ربنا وعدنا بايه واليهود هيحصلهم ايه والمسجد الاقصى هيحصلوا ايه وهل احنا خلاص على مشارف العلامات الساعة الكبرى والصغرى ولا احنا فين في هذه الخريطة بالزبط وحل فعلا اليهود سيزولوا من الاراضي المحتلة احنا في انهي مرحلة بالزبط قصة كبيرة كده لو نبدأ باول سؤال هل الموقف اللي هم فيه ده دلوقتي نهايته ايه هل اليهود هينتصروا على المسلمين وهيظلوا بعد فترة ولا هل المسلمين هينتصروا عليهم واليهود سيزولوا ايه اللي حضرتك شايف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد لا نختلف ان احنا قدام آية تحصل هذه الايام آية وما كنا نتخيلها نمنس حين لقينا فتح عجيب يعني انا حتى اتخيل لا دا انتهت نمو تصحط لا يحدث اعجب في اي لحظة خلاص الدنيا اصبحت يعني مش ففي آية بتحصل في عجائب بتحصل في امور عجيبة لكن المشكلة ان الزهن العام دايما يرتبط فيه حديث يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي بس الكلام دا مع الدجال يعني احنا دايما لازم نستوعب ان الاحداث ترتبها عكس ما الناس متخيلة فحديث يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي دا لما الدجال يظهر والقصة متأخرة جدا لكن قبل ذلك قبل الدجال هيكون فيه خلافة اسلامية والخلافة هتكون مركزها في القدس فالكلام دا بيعني ان هيكون فتح عجيب هيحصل للامة نصر مبين هيعقبه خلافة يعني مفيش اكتر من كده يعني فانت تلمح في احاديث اخر الزمان ان هيحصل طبعا ان هم هيأتوا الى ارض المقدسة ويتجمعوا ما الى ذلك ثم بعدها دا اكتشف ان هيحصل خلافة ومركزها القدس وكأن الاحداث كلها هيكون مركزها هذه المنطقة من العالم فعندك خلافة في الارض المقدسة وعندك بعد هذه الخلافة بوقت هيظهر الدجال وهيتبعوا سبعين الف من يهود اصبهان فالكلام دا معناه لقد هم هيبعدوا خالص عن المنطقة دي كلها وهيحصل انتصار عجيب وهيحصل فتوح غير طبيعية وهيحصل ان هم هينهاروا فالكلام دا معناه انك امام فتح امتى الفتح دا هيأتي هل هيحصل دورات من الانتصارات وتأخر الانتصارات واللحنة على ابواب هذا الفتح الله اعلم لكن الذي نقطع به يقينا ان هيحصل انتصار عزيز وهيحصل فتح مبين هيعكبه خلافة اسلامية والخلافة هيكون مركزها القدس بس عشان نكون برضو على بينا اذا وصلنا الى هذه النقطة ان في خلافة ظهرت في الارض المقدسة فكل عام ونحن بخير يعني خلاص الملاحم على الابواب الملحمة الكبرى والدجال خلاص الدنيا خلاص يعني فقبل هذا الامر لا انت عندك في نصر وفي خلافة قامت وفي تمكين ظهر والارض دي كلها اصبحت خلاص ارض اسلامية خالصة يعني فلا احنا امام ان شاء الله نصر تأخر اتى وقت ما اتى بمشيئة الله عز وجل ونصري لكنه قادم لا محالة انا بس عايزة اراكز في النقطتين هنا يعني عاوز تغلي كلام حضراك اللي قلته دوات في حتتين اول حتة اللي هو ايه يعني عارف لما انا مثلا اكون كاتب رواية فالرواية دي انا عامل فيها بطل معين وحوالين الناس بتقلوا بينصروا وبعدين بقى الرواية ان فيه اعداء خلاص فالرواية اغلبها ان الاعداء اعملين يقتلوا في صاحب اللي هو البطولة او البطل ده فالقارئ بيبقى عمال يقرأ الكتاب لحد نهاية الاحداث ما حطت في النهاية ان كي كي البطل هينتصر في الاخر فالقارئ عمال يقرأ الكتاب كله وهو عمال خايف ومستني ايه هيحصل طب البطل ده ممكن يموت طب مش عارف ايه الوحيد اللي متطمن هو مين كاتب الرواية دي اول لقرأ الكلام كامل فسبحان الله ربنا عز وجل مدينا الرواية كاملة وإن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين كده كده خلاص وإن جندنا لهم الغالبون كده كده فسبحان الله في وسط اللي بيحصل ده وسط ألأ كل العالم الوحيد اللي متطمن هو المسلم لانه شايف الرواية كاملة وعرف نهايتها من قبل ما تحصل فده اول نقطة النقطة التانية اللي حضرك قلت عليها اللي ركزت عليها جدا وهي نقطة جميلة جدا ان حضرك بتقول ان مركز الخلافة هيبقى فين القدس ظهور المهدي ده من علامات الصغرى مش من الكبرى صحي كده طيب ده معناه اني عشان بس في ناس كتير بتفتكر ان تحرير فلسطين دي من العلامات الكبرى اللي هي قبل يوم القيامة بكم سنة خلاص فلأ ده من العلامات الصغرى ان تمهيدا تمهيدا لمجيء المهدي وتمهيدا للخلافة وتمهيدا لكل ده هيحصل تحرير كامل أصلاً لأرض فلسطين ده قبل أول علامة من العلمات الكبرى كمان لأن أول علامة من العلمات الكبرى اللي هو مجيء المسيح الدجال فبالتالي قبل كل ده هيكون أصلاً تم التحرير وتم النصر المسلمين وتم تمكين المسلمين كمان في الأرض صحي كده للسنتاج ده؟ ده أنت أحسنت ولفت نظري حتى النقطة عجيبة يعني أنا أظن لم يكن يضرب عقل اليهودي في العصر الوسيط أنه هيرجع مرة أخرى بهذه الأرض وهيكون ليه هذا التمكين الأرضي الوقت ده وهينتصر هذه الانتصارات فهو فعلاً جاه وفعلاً أنت أمام الآن معادلات غير طبيعية حتى غيرت العقلية العلم كله تغير في هذه المعادلات أنت أمام فئة ترى عندها آية من الله بهذه الانتصارات وأمام مجرم غاشم محتل اللي بيستخدم كل أسلحته جايب بلطاجي من على الأول الحارة أمريكا بالحاملة الطائرات فبص يعني أنت أمام فعلاً المعادلة عجيبة بتحصل غير 28 دولة وحلف النيت وكلهم بيساعدوا آه في دهر المحتل لكن في هذه اللحظة تجد أنه فعلاً في نصوص قطعية أن النصر قادم أن القدس هتكون عاصمة خلافة الله أعلم بقى زي ما قلنا لا نعرف دورات الانتصارات وتأخر النصر لكن هي دي آخرها آخر زي ما ذكرت آخر الرواية أن نصر مبين هيحصل نصر عزيز ويعقبه خلافة أنت اللي هو أيه يعني وعلم نهاج النبوة يعني عزة إسلام غير طبيعية بس تعليقاً للمشاهد كثير من علماء المسلمين عندهم تعليق على مصطلح المهدي المنتظر في الرواية عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم التي صحت ما بتذكرش المهدي لكن هو بتصف أنه من من ناس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل سيجعل على يديه عدل بعد أن ملأت الأرض ظلم وجور فيعني لو في حد يقولك ما فيش حاجة اسمها المهدي وصف هذا الإمام اللي هي أم المسلمين وحيحكمهم ويملأ الأرض عدل بعد أن ملأت جور وظلم ده موجود في الأحاديث الصحيحة السابتة وموجودة في كتب عقيدة أهل السنة والجماعة في علامات الصغرى فهو بس السؤال الخلافة دي بالضرورة هتتم على إيده ولا هتتم قبليه لأن اللي بيراجع الأحاديث هيلاحظ زي ما حضرتك قلت فيه روايات بتحدد المهدي ده هيحكم قد إيه تقريباً والمهدي ده هيكون موجود هيظهر الدجال وهيظهر بعديه المسيح يسام المريم هينزل عند المنارة البيضاء في دمشق وبعد كده المسيح عليه السلام سيقتل الدجال وهيجي بعديه يأجوج ومأجوج والله عز وجل سيقضي على يأجوج ومأجوج وبعدين فترة مقوث المسيح عليه السلام في الأرض والبركة إلى أن يموت ويصلي عليه المسلمين الدنيا دي هتبقى مش هتكمل مئة سنة من المهدي وظهور المسيح وقتل الدجال النبي تأذباً بيذكر أربعين سنة المهدي غالباً هيحكم أربعين سنة والدجال سيمكث أربعين واحد كعام واحد كشهر واحد كأسبوع وباقي الأيام كأيامكم هل إحنا فعلاً قريبين أول من هذه الأحداث الكبيرة اللي خلاص يعني هيعقبها الدجال أكبر فتنة ستظهر على وجه الأرض ولا إحنا لسه قدامنا شوية في بعض الإخوة أنا أعرفهم شخصياً كأنهم يعني هم منتظرين من ذول المسيح والله هو اللي بيلمح أحاديث آخر الزمان وبخاصة أحاديث الملاحم بيجد كده ملمح ثابت في هذه الأحاديث أولاً مركزية الأحداث كلها في أرض الشام وبيلمح أن بعد يعني النبي صلى الله عليه حديث صحيح أول هذا الأمر نبوة ورحمة ثم تكون خلافة ورحمة الخلفاء ثم تكون ملكاً ورحمة ثم يتكادمون عليكم تكادم الحمر تنافس رهيبة يحصل فعليكم بالجهاد وإن أفضل جهادكم الرباط وإن أفضل رباطكم عسقلان شوف الأحداث يعني نبوة ورحمة خلافة ورحمة ملك ورحمة ثم تكادم تنافس رهيب ثم هيحصل بقى أن إيه الرباط عسقلان هيظهر في هذا التوقيت ثم هو النهاردة لو إحنا نظرنا في الخريطة مالش هي المقصود بعسقلان هنا؟ مدينة عسقلان ولا غزة كلها؟ مهي غزة تابعة لعسقلان من أول الفتح الإسلامي وغزة مدينة تابعة لعسقلان حتى أن الشافعية يقول ولدت بعسقلان يقول لشخص آخر ولدت بغزة لأن الذي يولد بغزة ولد بعسقلان فرباط عسقلان اليوم هو رباط غزة بلا جدال رباط عسقلان هو رباط غزة غزة تابعة لعسقلان يكون النهاردة يظهر رباط عسقلان الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يعني بهذه الصورة اللي هي نبوة ثم خلافة ثم أنا حتى والله أنا أقرأ هذه الحديث يعني الشخص الغير مسلم أو اللي عنده شبهات يعني ماذا تفعل أمام هذه الأحاديث؟ ده حديث في كتاب من 1400 سنة إن فيه نبوة ورحمة ثم خلافة ثم ملك ثم تكادم ثم ريباط غزة ظهر فلحظت هذا الظهور إن ريباط غزة وفيه أحاديث طبعا كتير وإن كان في سنة ديها ضعف إن عسقلان يخرج من يوم القيامة 50 ألف شهيد وشهداءها لهم منزلة خاصة لكن في سنة ديها حديث ضعف لكن حديث ريباط عسقلان صحيح فكون ظهر ريباط عسقلان ده يخلي الواحد يعني متوقف وفيه موضوع مش طبيعي هنا حاصل كون محور الأحداث في آخر الزمان هيكون في الشام والنهاردة الدنيا كلها عينها على الشام الموضوع مش طبيعي فعلا يعني صح مش صدفة أنا فيه حديث قرأته للنبي صلى الله عليه وسلم ومن تعجبي بقول لي يعني حديث فعلا والله كأنه يصف مرحلة حرجة من تاريخ الأمة يقول صلى الله عليه وسلم إني رأيت عمود الكتاب عمود الكتاب اللي هو عزة الإسلام والإيمان وبث روح الإيمانية في الأمة إني رأيت عمود الكتاب وكأنه انتزع من تحت وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو نور صاطع عمد به إلى الشام ينتقل نفخ الروح الإيمانية في الأمة وبث العزة الإسلام وإلى الشام فأتبعته بصري فإذا هو نور صاطع عمد به إلى الشام ألا وإن الإيمان في وقت الفتن بالشام حديث أنا والله تعجبت وكأنه يصف ده كأنه نازل دلوقتي الحرج يصف مرحلة فعلا حرجة من تاريخ الأمة بيقول يا جماعة عزة الإسلام ونفخ الروح الإيمانية في الأمة هينتقل للشام إذا انتقلت هذه الأمور للشام وأصبحت الشام مركز تجد بقى الموضوع إيه وراء بعضي ربط غزة مش عارف بداية بقى ظهور الملاحم بداية حصول أن أمة عظيمة تظهر تواجه الغرب لا أحاديث فعلا الواحد يتوقف عندها والله منبهر بتصف أحداث بإجمال وضبط مبهر وتفصيل غريب وترتيب وكل حاجة كأنه فعلا والله كأن حد بيفرغ مقال دلوقتي على اللي بيحصل في العالمين فيه تعليق كنت حابب أقوله برضو لو حضرتك تعلق عليه لأن كثير جدا من العلماء لما جم تكلموا عن علامات الساعة الصغرى والكبرى قالوا بأن فيه يعني بعض الأحاديث لما تجمعها ببعض يظهر لك ترتيب وهناك بعض الأحداث أنت مش تقدر تعرف بالزبط إيه ترتيبها من ضمن الأحاديث دي الحديث الذي يقول في صيح البخاري ومسلم إنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل حتى تقاتله اليهود فيهرب اليهودي وراء الحجر والشجر وينطقه يقوله هذا يا عبد الله هذا يهودي خلف تعالى فاتطوله وبعدين لما تيجي تبص على حديث المتعلقة بالدجال الحديث المشهور جدا اللي هو الحضرات ذكرته أنه هيظهر من المشرق وحيتبعه سبعين ألف يهودي من أصبهان أصبهان دي هي إيران وبعدين فيه حديث تاني عن المدن التي لا يدخلها الدجال طبعا مكة والمدينة وفيه الحديث المشهور أنه هيقف على حدود المدينة وبعدين هيخرج له كل كافر ومنافق وده حديث مرعب بالنسبة لي مرعب يعني حتى لو أنت بص هتتحصن بأقدس أماكن الأرض هو قلبك اللي هينجيك لو أنت قلبك يعني مش سليم هيجيبك وهتقع في الفتنة مش هتعرف ما أصلي الواحد لما بيشوف الأحداث يجد للأسف الشديد أن فيه بعض المنتسبين للأراضي المقدسة بينصروا الصهيونية وحاجات زي كده فمش انتسابك ده هو اللي هينجيك يعني المهم أن فيه بعض روايات تضيف إلى مكة والمدينة التور والقدس دول أربع مدن لن يدخلها الدجال أنا في تصوري أن ده معناه أن لما الدجال سيأتي القدس مش هيبقى فيها يهود طيب الحديث بقى اللي بيقول هتقتله اليهود أنا أقصد بقى من ناحية الترتيب هل بالضرورة الحديث ده هيحصل وقت الدجال ولا ممكن يحصل قبل الدجال ظني أن حضرتك صح لأن أغلب العلماء قالوا أن الحديث ده معناه إفناء اليهود على أيدي المسلمين وسبحان الله شوف الدائرة بيتدور عليهم إزاي هم عاوزين يفنوا المسلمين من أرضهم وبيحاولوا يقتلوهم ويبيضوهم والنبي صلى الله عليه وسلم بيتوعدهم أن الحرب دي هتنقلب عليكم وإنتم اللي في الآخر يعني هتجيبوا هتزنوا على خراب عشوكم وإنتم اللي في الآخر الذين ستبادوا على يد المسلمين الفكرة اللي أنا عايز أوصلها هنا هل معنى أن الدجال هيتبعه 70 ألف يهودي من أصبهان وأن القدس لن يدخلها الدجال يبقى ده معناه على أيام الدجال القدس دي هتكون محررة ومش هيكون فيها يهود ومش هيكون فيها من أتباع الدجال دي تعتبر بشرة للمسلمين بأن قبل الملحم الكبرى دي وعلامات الساعة الكبرى دي بإذن الله القدس هتكون محررة وفي يد المسلمين ومش هيكون فيها يهود هذا يقينا ده يقينا أن قبل علامات الساعة الكبرى وقبل خروج الدجال هتكون القدس أرض إسلامية محررة اليهود بقى هربان هنا وهربان هنا بس القدس أرض إسلامية محررة وعاصمة خلافة كمان إلا هيحصل بقى من أحداث ومن عمود الكتاب نفخ الروح الإيمانية في الأمة اللي هتحصل من هذه الأراضي وكما قال صلى الله عليه وسلم يعني عن الشام أنها خيرة الله من أرضه يجتبي إلهي خيرته من عباده يعني أرض عظيمة وفيها خير العباد وهيحصل فيها يعني أو وهيحصل من خلالها صحوة إيمانية في الأمة غير طبيعية فهنا تجد أن الأحداث كلها ماشية في إطار لا ده خلاص القدس تحررت وخلاص أصبحت مركز خلافة إسلامية بس برضو يعني إذا ظهرت الخلافة مش لا أنت سعيتها بقى الدنيا تكون إيه على أبواب ملاحم برضو لأن في حديث أيضا صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا نزلت الخلافة أرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمر العظام والساعة يومئذ أقرب لأحدكم من يدي هذه إلى رأسك في كل رأي للصحابية أنه خلاص يعني خلاص يدي لرأسك مفيش حاجة فبرضو يعني هتكون ساعة الأحداث برضو إيه كم شهر كده وتلاقي الدنيا ماشية في مرحم كبرى حصلا لأن برضو أنت يعني سبحان الله الملمح ده مهم جدا في حاجة هو أنت متخيل الآن هتهزم اليهود وتجعل خلافة والغرب سايبك كده بتفرج برغو برغو استحانا فأنت ملاحظ الملمح ده أن مجرد ما تحصل هذه الأمور الغرب بقى مستنيك مش هسيبك النهاردة فأنت على أبواب ملحمة وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى نقطة كارثية أن مجرد ما يمكن ليك الغرب مستنيك هتحصل بقى ملحمة أي ملحمة المسلمين من ناحية والغرب كله من ناحية وملحمة من كثرة اللحم اللي يتساقط يقولك يعني تلتين العالم هيافنا يعني دي أمر غير طبيعي فأنت أمام حدث عالمي هيغير الدنيا كلها فهو الغرب مش سايبك هو هيسيبك آه ممكن مثلا نشوية منواشات بتاع ومجرد ما تحصل بقى إنك تنتصر وبتاع وهيمكن ليك هب من رحمة الله ولعل من حكمة الله في هذا التوقيت إنها تظهر وديه حديث أيضا صحيح طبعا في البخاري هتظهر قوة عالمية عملاقة في هذا الوقت أنت بتناكف مع اليهود والغرب إيه مستني عشان هيدخل بقى يخلص القصة بس من رحمة الله في هذا التوقيت هتظهر قوة عالمية عملاقة وصالحون الروم صلحا آمنة فتخزون أنتم وهم عدوا من ورائهم في عدو عملاق متربص في هذا التوقيت لو إحنا النهاردة هنقولها هنقول الصين مثلا الصين النهاردة نستنيه بس الغرب ينشغل وتروح دربة إيه تايوان ودخل خربة الدنيا ساعتها والصين فعلا بتتربص تربص كبير يعني هل الهند نتمنى فالدنيا برضو إيه ماشي في إطار أنت مش عارف ماشي أزاي لكن أنت يقينا عارف أن في لحظة معينة هتحصل مناوشات كبيرة جدا جدا واليهود خلاص بينهزموا والغرب عايز يدخل عليك هب تظهر قوة عملاقة الله أعلم من هي هذه القوة في هذا الوقت فالغرب هيروح لف على مين على هذه القوة ويعمل معك أنت صلح واتفاق عسكري كمان تعالى معاي عشان إيه نشوف القوة العالمية العملاقة دي لأنها تنسف قوة غير طبيعية فحديثه صلى الله عليه وسلم في البخاري تصالحون الروم صلحا آمينة فتغزون أنتم وهم عدوا هيحصل إيه والحديث الآخر أنهما هيكون في هدنة بينكم بين الأصفر هتكون هدنة فلعل في أسناء هذه الهدنة أنت بتخلص بقى خلاص ما هو الغرب إيه مصفاضل بقى لإسرائيل وكسس دي حول الفاكل العسكري أنت بتخلص بقى وبتزبط الدنيا وخلافة قامت والدنيا عندك ما شاء الله زي الفل عشان هو الغرب عايز منك مصلحة أنك تروح أنت هو مين تقاتل هذا العدو العملاق الذي ظهر بس مجرد ما بتخش في هذه المعركة الكبرى والتي ستكون بعد هزيمة اليهود وبعد ظهور بقى خلاص القدس تحرارت بقى هتخش هذه المعركة الكبرى أنت كأمة إسلامية ومعاك الغرب وأمريكا أوروبا وبتروح تقاتل عدو عملاق هل الهند والسين مع بعض برضو الله أعلم إحنا لا نعرف ممكن كوريا تدخل فيهم علشان مدى داقين يعني مكان شي أصلا كوريا هو مجنون بتاع كوريا ده شكله هو هو اللي عملها فأنت في اللحظة دي خلاص بقى أصبحت لن ترجع الدنيا كما كانت خلاص أنت لو دخل هذه المعركة مش هترجع برضو بالنووي أنت ريح ممكن بنووي ريح بأسلحة عملاقة بس أنت رجع كما قال أينشتاين بعصي وحجارة وكلمة تصح الأينشتاين يعني لا أعلم الحرب العالمية الثالثة بأي سلاح تكون لكن يقينا الحرب العالمية الرابعة تكون بالحجارة والعصي ده كلام مين؟ أينشتاين وده ينسب يعني نسبته للأينشتاين الصحيحة يعني فبيقولك أن انت هتخش حرب زي دي مش هترجع بقى عندك الوقود في الغالي ما عندكش أنت قدرات بقى أنك إعادت بنية أو ما إلى ذلك فهو مجرد ما بتنتصر وطبعا بقى الحديث أن انت بعد أن تقاتل هذا العدو من ورائهم يعني هم اللي إيه خانقهم تصالحون الروم صلحا آمنا فتخزون أنتم وهم عدوا من ورائهم إيه اللي هيحصل فتسلمون وتغنمون هيحصل نصر وهتغنموا كمان وإنت راجع بقى بالسلامة خلاص إحنا الحمد لله انتصرنا وبتاع هو داك هم مستنيك بدك هم مخزن هينكث العهد هينكث العهد هيغدرون والحديث أيضا في البخاري هيغدرون ويأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنى عشر ألفا مليون مقاتل هيجيلك منين من الغرب اللي هو إيه بقى الملحمة الكبرى أيوة فأنت في اللحظة دي انت شفت تبقى الأحداث الملحمة الكبرى دي المفروض قبل الدجال وقبل نزول المسيح في بس نقطة علشان نرتب الأحداث للناس في باب العلامات الصغرى آخر الأبواب تقريبا بيرتبوها هي الملاحم والحروب والكلام ده بعديها بقى فتح القسطنطنية أيوة والعلماء بيقولوا فتح القسطنطنية حصلت مرة بالحرب وهتحصل مرة تانية بالسلم رتب لنا كده الاتنين دول لأن دول المفروض فتح القسطنطنية الثاني ده المفروض قبل الملحمة الكبرى صحيح؟ هو طبعا يعني لو هنرتب الأمور ونمشي بها بالأحاديث الصحية الثابتة هنجد أن بعد هم خلاص كده غادروا والغرب مستنيك ومخنوه منك بس هو عملت فاكس كده عشان إيه؟ يمشي الدنيا ويسهل عشان المجرم ده بس هو راجع من الحرب العملاقة دي مبهدل ده حتى برضه مليون جندي مقاتل دي في أرض معركة بالنسبة للغرب برضه مش كبير بس بالنسبة لأنك راجع لسه من حرب عالمية غير طبيعية عركة مع الملاق طبعا فهو الغرب هنا نزل كما في الأحاديث في دابق هرب حلب في الشام كل الأحاديث في الشام سبحان الله وكأن الشام كما كان لها خيرية في أول الزمان مع الأنبياء هيكون لها خيرية في آخر الزمان مع الملاحم وانتصال فيها المؤمنة فانت عندك الشام هنا هيحصل فيها الشلة كلها جاي فين في حلب في دابق أو مرج دابق والجند المسلمين اللي راجعين بقى منتصرين بقى وغانموا إلى ذلك ومعهم خلافة هو نزلوا فين في الغوطة عند دمشق الأحاديث صحيحة أن فستات المسلمين يوم الملحمة في الغوطة عند مدينة يقلها دمشق بس برضه يعني برضه دائما ألمح هذا الملمح انت شايف الأحاديث كلها بتتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لشام فتحت ولا حاجة ما ده مدينة كله شايف هذا الملمح صح انت نبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مع الصحابة لعندك شام مفتوء شام كلها ولا يعاقب ولا أي حاجة أصلا ده بقى زينة العرب ما كانش لسه تفتح هو بعض الكرة الصغيرة حول المدينة ونبي صلى الله عليه وسلم بيذكر حاجات يعني أوله هي مرة عجيبة فهو الأمة الإسلامية هتكون والقصة كلها والمجاهدين فين في الغوطة عندها دمشق وجنبيك مين الشلة بتوع الروم كلهم بقى أمريكا ومن خلفها أوروبا أو العكس فأنت عندك هذه الملحمة هتحصل ملحمة كبيرة أول أحداث الملحمة كما قال أسوالسل في البخاري ثلث الجيش المسلم هيفر هؤلاء لا يتوب الله عليهم أبدا هيهزموا ثلث الجيش هيفر ما أنت برضو عندك الضعف في الغيات يوم القيامة فثلث الجيش المسلم هيفر وينهزم وهؤلاء لا يتوب الله عليهم أبدا لأن يوفق لتوبة وثلث يقتل وتخيل خير الشهداء وثلث يفتح عليهم اللي هو بقى خلاص بقى يعني يحدثوا في الروم مقتلة عظيمة يعني التالت هو اللي هينتصر تالت اللي هينتصر وعنا عايز برضو أرجع سنة برضو خطوة للوراء هو إيه اللي يخليه يغدر برضو ما هو برضو غدره ده هيخد علة أو حجة معينة هيحتج عليك ساعتها شوف النبع السلام والله أحاديس اللي توقف عندها فعلا بإنبهار والله صحيح ومشيقولك أنت يعني اليهود خرقتوهم وعملت لي خلافة لا ويحتج عليك بحجة في الأحاديس وده برضو ملمح ما شاء الله يعني بشريات عظيمة والله لما يأتي الروم ويقاتل المسلمين بعد أن تعاونوا في قتال إمبراطور عملاق الله أعلم بيه فهو الروم هيحتجوا أن هما نقضوا الاتفاق العسكري ونقضوا الهدنة والصلح أن في فئة كبيرة مننا بات معاكم فيبدو هيحصل فتح إسلامي عظيم في قلوب الغرب عودة للإيمان وعودة للإسلام حتى هما يقولك كيف الحديث صحيح في البخاري صبع نعم الله أكبر عزي الحديث يقولوا لهم ساعتها خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم في ناس مننا من الروم من الغرب في الجيش بتاعكم أحنا عايزين دول دول بقى بتوعنا نقاتلهم لأنهم أصبحوا من جندكم فماذا يكونوا المسلمون لا والله لنخلي بينكم وبين إخواننا هيقاتلونهم دول أخواتنا مش هينفع السيدس بهم لكم يعني وتجد برضو بعدها بشوية أن الليهايات هو الكوستنطينية سبعين ألف من بني إسحاق وهذه الصحيح فإنت والعلماء سبحان الله أنا أسف الله على المقاطر لكن حذلك زكرتني العلماء وجدوا بعض الصعوبة في تفسير هما إزاي من بني إسحاق أيوة أنا كنت لسه هقول السؤال ده نعم فهي تفسيرها كده أنه هيبقوا من مش من أصل العرب وأصبحوا من المسلمين وزي المحرك بتقول هي فعلا بشريات عظيمة جدا جدا يعني عدد أنت متخيل كامل عدد اللي ممكن يتحول إلى الإسلام لدرجة أنهم كأنهم لا في حاجة غلط أنتوا عاملينها فإحنا لانشان كده هننقض العهد وأنحاربكم حيات كل الأعداد دي تاني يعني حضرتك تقصد أنه كده فتح القسطنطنية هلسه هيحصل بعد بعد الحرب وهيحصل سلمي يعني كمان في الحديث اللي هو نفسه صليم بيقول أنه هيحصل دون قتال ده الفتح الأخير صحي كده يقينا لأنه أنت لما تلمح الأحاديث نفسها وأحاديث الملاحم دي أحاديث الواحد يتوقف عندها ويتعجب الله أنت عندك النهاردة خلصت القصة وهم تخنقوا منك والفئة بتاعتنا دي كلها اللي معاك عايزين ناخدهم وأنت النهاردة شايف كده النهاردة شايف الغرب كله بدأ عنده يعني زمان كنا بنقول إسلموفوبية والإسلام لأ النهاردة ما شاء الله الشاب الغربي بدأ يشوف أن الإسلام ده حاجة غير كل الإعلام اللي بيقوله وغير كل القصة حايفة فبدأ فعلا تحول في قلوب العقلية الغربية للإسلام وده لا ننكرها شوالهدها أصبحت قوية جدا لكن هيحصل مع الملاحم الموضوع هيزيد لغاية ما يصبح الجيش المسلم ده فئة كبيرة جدا منه مسلمين كانوا أوروبيين يوما ما وكانوا في أوروبا يوما ما والكستنطنية هيدخلها الوحدة سبعين ألف واحد بين إسحاق يعني الجيش كامل داخل الكستنطنية من أوروبا فأنت عندك هنا الملمح خلصت الأمر وبفضل الله فتح ليك وربنا فتح ليك بخير بس مجرد ما تحصل الملحمة في حديث هيشرح إجابة مهندس محمد شهين اللي سألها في الأول خالص اللي هو إيه اللي هيحصل بعد كده الحديث بيقول إن بين الملحمة وفتح المدينة اللي هي كستنطنية ست سنوات ويخرج الدجال في السابعة يبقى أنا فتحته والملحمة حصلت عد ست سنوات في السابعة في السنة السادة هتكون فين في الكستنطنية في السابعة الدجال خرج فلذلك لو إحنا مثلا بتصور مبدأي كده افتراضي لو ٢٠٢١ مثلا حصل الملحمة بدأت ٢٠١٣٠ الدجال خرج يبقى إذن ما بيننا الملحمة الكبرى وفتحة كستنطنية ست سنوات ويخرج الدجال في السابعة معلش الملحمة الكبرى دي اللي هي اللي حضراك لسا إلي عليها من شواء اللي هو اللي احنا والروم هنتحد ونغلب العدو وبعد كده احنا نحارب الروم وننتصر وبعد كده ندخل الكنسانطنية بـ ٧٠٠٠٠٠٠ من بني إصحاب جيش كبير بس منه من بني إصحاب منه آه عشان بس ترتيب يعني وهو سبحان الله الاحاديث بتوضح انه والمسلمين بيغتنموا سيصيح بقى اللي بيقول ان الدجال خرج ويخرج الدجال خرج فيه أهليكم وهتبقى شاعة دي كل شيء يتركوه يرجعون شاعة بس مجرد ما يرجعوا ايه الدجال يطلع فعلا ايوه فهنا بقى النقطة المهمة طيب احنا النهاردة كوستنطنية دولة مسلمة والناس مسلمين والمساجد فيها عميرة لكن يبدو هيحصل انتكاسة إيمانية فيهم بتاعت زمان دي ترجع تاني الله أعلم فيحصل عندهم انتكاسة إيمانية ولذلك الفتح مش يكون فتح سلاح لا ترمونهم بسلاح ولا بسهم والحديث في هذا صحيح لا هتحارب بسلاح هناك ولا بسهم ده انت هتقول لا إله إلا الله والله أكبر تهليل وتكبير الناس بقى تسترجع بقى عزد الإسلام فتنكسر وترجع للإسلام مش هتبقى تخش بقى بحرب ولا ولا حاجة خالص على فكرة ده في علامة إن هيبقى لسه الإسلام موجود هناك بس في الكلوب بلسه أي لكن مش هيقوب دولة كافرة وهيتم فتحها من أول وجديد خالص خالص صحي كده يا دولة الشيخ أحمد شاكر علق على النقطة دي وقال إن لعل هذا الانتكاس حصل أصلا وقت أتاتورك والكلام ده وإن لسه البقايا دي موجودة ويمكن يعني يقول لك خمسين في المية كده وخمسين في المية كده يعني إحنا في الطريق إلى إن هم يستعيدوا أي لحظة أحسنت العلمانية الفاشية دي في تركيا معروفة وهي قوة غير طبيعية هناك قد ترجع في أي لحظة فإنت هناك رايح هناك أنت هتحارب لابس سلاح وهي بساهمة برضو أنت بتروح تهذل وتكبر فتسكت المدينة تفتح المدينة مجرد ما تفتح المدينة يأتي الصريخ الدجال ظهر في أهليكم الدجال خرج فيطركون كل شيء ويرجعون الجيش المسلم بقى كله يسيب كل حاجة ويرجع مجرد ما يرجع يكون فعلا الدجال ظهر الدجال يرجع فين يرجع لبلاد الشام وروح منتع الفكرة برضو في نقطة مهمة أغلب العواصم الإسلامية هتكون خلاص أنت أقول ورايح فيه للشام مع الحمد آه بالعاصمة الوحيدة بالزبط مركز بقى الأحداث الكبرى ومركز القصة كلها فإحنا لو حابين بس نجمع الأمور عشان برضو مشاهد ما يتوهش مننا يبقى أول شي هيحصل أن اليهود هزيمة كبيرة تحصل لهم يبدأ يمكن للفئة المؤمنة وفي أرض القدس نفسها وفي هذه الأحداث تبدأ تحصل منوشات بينه وبن الغرب مش سابق في حالك طبعا لكن مع هذه منوشات تظهر قوة عالمية عملاقة تهدد الغرب فيبدأ خلاص يتحلف معاك يتصالح معاك يعمل هدنة معاك عشان تقاتل أنت وهو هذا العدو في هذه الأسناء العل في هذه الأجواء تظهر بقى الخلافة عندك وتكون مركزها القدس وتروح تقاتل هذا العدو وترجع وانت رجع يحصل الغدر الكبرى فلما يغدر بيك تبدأ أحداث الملحمة الكبرى فإذا حصلت الملحمة انت ودمك فين خلاص يعني كما ذكرنا ست سنوات وتدخل كسطنطينية أيضا بتكبير وتهليل فإذا فتحت بعد سنة واحدة يكون الدجال قد خرج فإذا خرج الدجال انت خلاص كده دخلت فيه العلمات الكبرى العلمات الكبرى من لحظة ظهور الدجال بيناك وبينا النفخ في الصور خلاص هي سنوات الله أعلم بكم هذه السنوات لكن هي الأمر أصبح خلاص يعني مفيش كلها وراء بعضها كمان هتجد الأمور تتبعت فيه بس نقطة كنت عاوزة يعني أورى الحضر الكب اللي هي فكرة إن حضر الكبير بتقول في الملحمة الكبرى هنروح وياكد يعني ان احنا نفقد كل أسلحيتنا وكل حاجة حتى الغنام اللي هنغنمها مش هتبقى بحجم اللي احنا فقدناه في الحروب يعني فبالتالي زي ما قيل أينشتان كده في الحرب العالمية الرابعة هنحارب بالعصية يعني ده استنتقى طبيعي جدا لأحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن إن آخر الزمان هيكون الحروب بالسيوف بالخيول صحي كده وأنا عارف إن فيه مثلا رأي الشيخ السعدي وأراء علماء كتير إن ده كان لفظ بيستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم لإيصال المعلومة لأهل الأرض ساعتها يعني والذي هو بيتكلم بأسلحتهم يعني لكن فيه الرأي الظاهر من النص اللي هو ظاهر النص يعني زي ما حضركم أنت قلت كده إن إحنا هنرجع فعلا لبدائيات الحروب بدل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بيقول عن أحداث عيسى بن مري عليه السلام لما هينزل وهيقتل المسيح الدجال عند باب لود اللي هو مطر بن غوريون دلوقتي اللي في إسرائيل أو في فلسطين المحتلية فهيقتلوا بإيه بخنجاره ده لفظ الحديث صلى الله عليه وسلم اللي أنا متذكره وعند حديثه إنه الحديث بيقول إن المسيح هيقتله بالحربة وسيرجع للمسلمين وسيريهم دمه على الحربة وإن بعد بقى يأجوج ومأجوج الأحداث في زمن المسيح الحديث بيقول إن إن السيوف ستكون مناجل فهو برضو في كل هذه الأحداث بيصف أسلحة قديمة فده مصداقا يعني لكلامك ده مصداقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا قصد إيه إن الترتيب للطبيعي بتاع الأحداث والاستنتاجات اللي قالها كتير من أهل العلم بيتوافق تماما مع أحديث النبي صلى الله عليه وسلم باللفز بالشرح يعني العجيب عندك لما تجد الأحداث بتاع الملحمة الكبرى لغاية ما تروح تقاتل هذا العدو من ورائهم بفيش أي فيما أعلم بفيش أي حديث بتكلم عن هذه الأسلحة السيف والرمح وما إلى ذلك لكن مجرد العودة وبداية الملحمة وحصول بقى الملحمة عندها تظهر في الأحاديث بقى إيه السيف جميل فتجد هنا في اللحظة ظهرت القصة الخاصة بالأسلحة فوكأن فعلا حصل أن أنت والغرب بتقاتل عدو وعملاك والتواقعية هيرجع من هذه المعركة كما قال يونستين بالفعل ده صورة فعلا واقعية فانتلغيت هذه اللحظة الأحاديث بعد هذه اللحظة الكلام عن الأسلحة التي هي السيف والرمح وما إلى ذلك فوكأن فعلا هيحصل يعني يعود الوراء مئات السنين بعد هذه الأحداث الكبرى طبعا يعني مئات السنين في التقدم الحضاري والمدني وكل شيء خلاص أنت أصبحت كله خلاص كبنية تحتية وكأسلحة وكتقدم عيني وتكنولوجيا وكتقدم يومي في الحرب خلاص أنت تلجع بإيه هتلجع بإيه والنووي مش يشغل غواصلين ثلاثة مثلا في المحيط أنت عايز تشتغل على البر مثلا فالديني تخش بقى في أحاديث علامات الساعة الكبرى وانت وكأنك رجعت للوراء مئات السنين بحياتك وبطبيعتك ويخرج بقى يوجو مجوج وتحصل بقى الملحة وحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العالم وأسماء الخيول اللي هو السبع الخيول صحيح النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بألفاظ كده زي ما حضراتك وانت قلتلي دلوقتي وإحنا جايين النبي صلى الله عليه وسلم وما قبل ذلك بدون الألفاظ دي طب اشمعنا فإذا خرج الدجال خلاص انت عد كم سنة بقى والنفخ في الصور يأتي وهنا بقى علامات الساعة الكبرى تجد أورى بعضها يعني احنا مثلا نعرف الآن تداول الأيام هيحصل إزاي معانا لكن يقينا مجرد ما الدجال يخرج انت كلهم بأورى بعض تجد ينزل المسيح عليه السلام بعدها يخرج يوم جوج وبعدها تحصل إن المسلمين تقبط أرواحهم ثم الخصوف السلاسة ثم كله عملت بخير تخرج النهار دي تحشر الناس لمحشرهم أيو اللي هم العشر علامات الكبرى من أول المسيح الدجال كلهم بالترتيب فلا زي ما قال بشمالة محمد شهين اللي همش هيكملوا مئة سنة تقريبا اللي هو على حسب من أول المهدي يعني الحديث بتحكي من أول المهدي إنه هيظل أربعين عام وطبعا في وقت المهدي هينزل المسيح عليه السلام وبعد كده الدجال قبل كده وهينزل المسيح يقتله يعني التتابع والترتيب واضح في نقطة أنا حابب حضرتك برضو تعلق عليه من ضمن البشرات للمسلمين العالم كله حاليا واخد دور ايه أنا سهيوني ومش لازم أكون يهودي علشان أكون سهيوني ما بين خسين جو بايدن كويس بدون ذكر أسماء جو بايدن ده طلع عادي الكلام ده تاني ده كل شوية يقول يا جماعة أنا سهيوني ومش لازم أكون يا عم خلاص عارفناك سهيوني بتسهيوني جدا يا جد قال كده بالله ايوة يا عم كذا مرة عادي الكلام كذا مرة بيعيد ومش عارف كأنه هو عاوز يأكد لحد معين وهم لسه مش واسقين في عادي كده كل شغل سهيوني ده أملا طبعا ان النصارى هيجي بقى المسيح عاوضة المسيح مرة تانية طب فرحهم بقى يا دكتور يعني ودي نقطة حتى بعض المنصرين قالوا في موضوع حوال الاسلام المسيحي قالك المسلم العامي أو عامة المسلمين يؤمنون بالمسيح ويعرفون عنه أكثر مما يعرف المسيح العامي فقالك من ضمن الحاجات الأساسية اللي احنا بنؤمن بها عن المسيح أنه ولد بغير أب من أم بطول عذراء وأنه رفع إلى السماء هو طبعا سايب موضوع للصلب والقتل اللي أننا لا نؤمن به لكن هما بيؤمنوا أنه قام ورفع نحن بنؤمن أنه نجي من القتل ورفع فأحنا مشتركين في أنه رفع إلى السماء ونؤمن أنه هينزل مرة تانية وإحنا طول ما نتكلم نسينا نقطة جوهرية وهي في أحاديث صحيحة طبعا فتح رومية تفتح متى فتح رومية يعني يعني أي موضوع من هذه الأحداث إحنا يعني لو لاحق يستحضر الأحداث وماتة تفتح رومية فأنا يغلب على ظن ودكتهاد رومية اللي فين دلوقتي رومة يعني سيحصل فتح رومية عدد ضخم جدا من أهل الكتاب هيعودوا الإيمان وبس دايما الواحد بيلمحوا في الأحاديث تعليقا على برضو كلام واسام قالوا هم جدا لو ركزنا في أحاديث علامات الساعة الكبرى خلاص ودخلنا في العلامات الكبرى ودخلنا بقى في النزول المسيح عليه السلام ويأجوج ومأجوج أنت بعدها بيحصل بقى أن الفئة المؤمنة خلاص تنزع أرواحه من تحت أباطي بعض الناس يتخير أنه نحن النهاردة مش عارف هي بكرة لا الموضوع هيتول برضو شوية معاك فصها هيتول شوية أنت عندك ناس شايفين الفئة المؤمنة طبعا هكفلوا ازاي طيب فالموضوع هيتول شوية هيلجع بقى الناس يضعفوا شوية إيمانيا يأتيهم الشيطان يرجعهم للوسانية مرة أخرى فهنا لو لاحظنا هللاقي أن مثلا هيحصل أن الشمس تطلع من مغربها بعدها النفخة في الصور الشمس من مغربها ونفخة في الصور مئة وعشرين سنة مئة وعشرين سنة فلا الموضوع بالفعل قد يكون فيه حتى لو قررت الأحاديث نفسها أن هيرجعوا بقى للفوحش الكبرى والدنيا تبقى معهم ضيعة خالص لأن تمادبهم الزمن برضو الزمن خد وقتهم معهم شوية هيحصل بقى بعد الشمس تطلع من مغربها خلاص انتهى لأنه لا يوجد توبة فالفاسد هيفضل بقى على فساده والدنيا فالشمس طلعت من مغربها وعلامة يقينية خلاص ان الموضوع انتهى بعدها ترجع الدنيا برضو عادي زي ما هي معاك حوالي على صحة هذه الآثار الموقوفة الصحيحة ان معاك حوالي مئة وعشرين عام حتى ينفخ الصور فيرجع بقى الناس للانتكاسة والوثنية والفواحش والدنيا تبقى ضيعة خلاص منهم وتخرج النار حتى بعد أهل العلم قالوا النار دي مش نار طب اليمن طلع منها وافريقا جايين ازاي قالوا لعل مبدأها النار من اليمن ثم تنتشر في الارض ولعل يقصد بها الفتن لعل يقصد بها وده قول عندها للعلم برضو يعني فيك تهال الصحة في هذا الباب فتن تحشرهم إلى الشام ومعها نار ايضا لكن أشد هو ان فيه نار حاصلة فانت عندك الموضوع ماشي برضو ايه مش مثلا لان بعض الناس تتخيل يقولك طب انا ازاي حصل هاي الاحداث قدامي وانا على كفري او على ضلالي لا ما هو السنوات والزمن والدنيا طول حتيجي خلاص المواضيع برضو ايه اخدت معاها التمادي مع الناس كنت برضو نقطة جوهرية عشان يستفهم ازاي هيحصل ان القيامة تقوم على شهر الناس وازاي واحد شرير ولسه من شهر شايف لا الموضوع هيتمدل سنوات واجيال كنت قرأت انا من قريب جدا ان اهل العلم قالوا ان سيدنا عيسى عليه السلام بعد السبع سنين سيدنا عيسى عليه السلام هيبدأ الانتكاس تدريجيا من بعد سيدنا عيسى عليه السلام مباشرة يعني مش بس عند المشرك ده قالك من بعد عيسى عليه السلام على طول هيبدأ الانتكاس تدريجيا الى ان يأتيهم الشيطان الى ان يأتي لحظة لا يقالوا في الارض الله الله الا الله او حاجة زي كده اللي هو مش هيبقى فيه خلاص دين وفيما بعد بقى هيرفع القرآن من الصحف ويرفع اسم الله عز وجل من الأرض وأعتقد أنه ده متماشي جدا مع حكتين موضوع هدم الكعبة موضوع هدم الكعبة مش هيحصل إلا بتمهيد كبير جدا من عدم تعظيم البيت ده في قلوب المسلمين لدرجة أنه هيهدم وموضوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عماره بيت المقدس خرابه يثرب ده معناه أن المدينة كمان هيحصل فيها خراب كبير جدا وبيت المقدس اللي هو أرض الشام اللي هيحصل فيها الخلافة صح واللي ده غرب وطبعا حديث عمران بيت المقدس خراب ويثرب وخراب ويثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتحة الكسطنطينية وفتحة الكسطنطينية خروج الدجال لكن العلماء هنا قالوا إن خراب يثرب لأن الفئة المؤمنة هنقود عمليه في المدينة أنا رايح الشام الأرض لجهاد كلها في الشام وارض الفتن والمعارك والحروب كلها هنا فالخراب برضو هنا قد يقصد به ان هو محدش فاضي يقعد في المدينة ساعتها ولعل برضو ملمح اخر برضو انت لما تفتح القدس وعايز اعمل عمرة لا ده انا عايز اروح اصلي في القدس صح فاهمني؟ فالدنيا تنسحب شوية من تحت ايه؟ لا هنا رايح انا حيتفين القدس اكتر لا انت هتعمل عمرة في مكة عادي بس انا رايح اعمل بقى ايه؟ زيارة اروح المدينة ولا اروح القدس انا عندي شوكل القدس مشتاكل الصلاة في القدس ساعتها فيبدو ان المعاني برضو تتجه في اتجاه غير برضو او موازل هذا الامر ان في قصة ان العمران نفسه اللي هيحصل في القدس ده وارض المقدسة هيجذب الناس كلها للصلاة هناك في الارض المقدسة ودخول البيت المقدس والصلاة فيه حاجة طبعا يعني محدش كان اجيال طويلة ما شافتش حاجة زيبودة هذا امل وحلم وكل حاجة فيقد يكون معنى الخراب هنا بهذا المعنى ان هو الفئة المؤمنة رايحة وجاهد وان هو انا عشمان اصلي في القدس في الاغلبية بل تذكرة الطيارة بتاعت بادي موديها هنا لا انا موديها في الارض المقدسة فكل متوجه هناك اكتر لان ما شاء الله احنا فيه نجيل اللي شاف الصلاة هناك في القدس الحرة فربين يردها الينا يا رب بنصر المبين يا رب طيب نيجي دلوقتي بالسؤال نبتدي نلم كل اللي تقال ده هل كل العلامات الساعة الصغرى انقضت وحصلت ولا لسه في علامات ساعة صغرى احنا منتظرينها وده بصراحة نقطة مهمة لان البعض يتخيل ان كل العلامات ظهرت لا طبعا في علامات ساعة صغرى لسه لم تحصل زي انحصار الفرات عن جبل من ذهب لم يحصل بعد زي مثلا ان ارض الجزيرة تعود مروج وانهار لم يحصل بعد نرى بوادر هذا الامر نعم يقينا نرى ان فعلا الفرات بدأ انحسر ونرى فعلا ان الامطار في الجزيرة العربية حاجة غير طبيعية وانا حابب برضو ان نأكد على فكرة ان دي قطعا من علامات صدق نبوط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني لا يمكن بصراحة كل الاخبار دي تكون مجرد صدف انا فاكر كويس اي واحد كان بيقول لك ايه غلبة الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون اهي جات معا صدفة مع الحروب طبعا هو لم يتأمل في تفاصيل الموضوع لكن يا اخي شوف كم الاخبار اللي انت ممكن تجمعها في كل مرة طلعت معا صدفة فين العقل يعني سبحان الله ما هو ده اسم التواتر المعنوي التواتر المعنوي ان انت عندك ادلة يقينية من الف نحية في القرآن وفي اخبار اخر الزمان وفي النبوات والبشرات كلها بتجمع يقين على صدق النبوة وهنا برضو حتى في قصة غلبة الروم لو انت رجعت التاريخ لا انت قلنا صدفة قابلة صدفة ازاي ده انت لو رجعت التاريخ في ذاك الوقت هتلاقي الفرس المشيطرين والفرس هم العظم والروم تتوقعوا غده ما انا قلت هو ما تعمقش في الموضوع وفاجأة يحصل لملك الروم ساعتها وامبراطور الروم ساعتها انتفاضة كده ويرجع بقى يتقوّل المملكة بتاعته فده حدث فارق مش حدث طبيعي لأحداث الحروب لأ كان حدث فعلا عجيب في ذاك الوقت فهو الاسف اللي عايز يعني يشغب كما يحب صحيح وانه ياخد الأمور بسطحية ما تخلوش يقدر يشوف ايه وجه المعجزة والآية في الموضوع فكرة التواطر المعنوي دي اللي هو انت عشان تدلل على صحة النبي صلى الله عليه وسلم ده مش ممعجزة دي دي بمجموع الأدلة من السنة ومن القرآن ومن الحوادث ومن كل حاجة تقريبا فكنت كان في جملة جميلة جدا كانت في كتاب كده لدكتور اسم دكتور هيسام طلاط عارف حضرتك تقريبا صح؟ كتاب كهنة الأرحاد الجديد بتحرج بتقول جملة جميلة او بتقول ايه ان سكرات تقريبا ليس فيلسوف بمقولة قالها وانما بمجموع ايه؟ اعمال اه اعمال فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس نبيه بمعجزة عشان بس ايه برضو يعني انا استغلت بصراحة ان انتوا دخلت في الحتة دي عشان اقول وانا قال شيخ الاسلام اه والله صحيح ان لما قال ان اريستو ليس فيلسوف اريستو ايه بكلمة قالها وانما مجموع عمالي ايه واجيل ما هواش طبيب بعملية عملها ولا حتى لا مجموع عمالة طبية فنبيه سلم لما تقرأ وتعرف سيرطه واخباره يعني ببعندك يقين راسخ تاخد الدائرة كاملة بقى تاخد الدائرة كاملة مش لو حليس اه وعلى فكرة يعني بعض الناس يقولك ايه طب فلان ده مثلا شخص مصلح اجتماعي مثلا شوفي القصة كاملة تحسم لك اي شيء في اي سن في الدنيا هل هذا نبي ولا مدعي ولا مجرد مصلح ولا 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 فلا التواطر المعنوي ده فعلا تطمئن له النفوس واي حد يبحث عن حق لما يقرأ في التواطر المعنوي يطمئن جدا الى انه سسلم نبي من عند الله موح عليه في كل اخباره براء اخر الزمان واخبار النبوات وكل ذلك في معلش لفتة انا اسفة معلش هاخد من وقتك شوي في لفتة جميلة قوي كان قالها الشيخ محمود المصري الشيخ محمود المصري من شاء الله يعني اللي عاوز يسمع عن علامات الساعة السهرة والكبرى من افضل من تكلم في الموضوع ده يعني بالترتيب وبالاحداث وبالسانيد ومشاء الله عمل فيها كتاب كمان فكان في لفتة قالها جميلة قوي قالك ان المهدي المهدي مش هيجي الا والامة مستعدة لمجيئه عشان بس في ناس كتير اوي فهمة ان المهدي لما ييجي هو اللي هيصحي بقى الاسلام في قلوب الامة لا ده اصلا تمهيدا لمجيئ المهدي الامة دي هيحصل فيها يقذة اسلامية جديدة ويحصل فيها يقذة ايمانية وصحوة ايمانية وهيبقى فضلهم بس الحاكم اللي يحكمهم فيجي المهدي ودي من العلامات الصغرى اصلا اللي هو مجيئ المهدي صحي كده ده صحيح فعلا وده يعني فده معناها ان قبل العلامات الكبرى وبكتير هيحصل صحوة ايمانية وتوحيد للامة دي كلها بس برضو احنا مش عايزين برضو ندي ده قد تحمل محمل تثبيت ان ده احنا فين بقى والقصص ده فين بالعكس ده انا بقول لي من علامات الصغرى عشان اكد ان احنا دلوقتي معظم العلامات الصغرى ظهرت مش كلها لكن معظم العلامات الصغرى ظهرت فده معناه ان احنا قريبين جدا جدا من الصحوة اليمانية اللي هاتحصل قريب جدا تكاد تكون احنا عايشين اصلا تمهيدا لمجيئ المهدي اللي هو قريب جدا اللي هو قبل الاحداث العلامات الصغرى الكبرى فما كانش اقصديhui ان انا استنى انا اقصدي بالعكس ان اقول للناس ان احنا تقريبا اه لو قرأت الحديث نفسه بتاع المهدي يملأ الأرض قسطاً وعادلة كما ملئت ظلماً وجورة يبقى لسه من أيام كانت فيها ظلماً وجورة برضو فده ملمح برضو إن إيه مش هنكون مثلاً الأمة مثالية لا الدنيا برضو تبقى فيها برضو مش مزبطة معنا خالص يعني لكن مش زي دلوقتي أكيد طبعاً أصل التشتت اللي احنا فيه ده غير مسبوك صحوة إيمانية وفي عودة الإيمان وفي عودة لنهضة الأمة لكن على الأقل مش هتكون برضو مثالية برضو هكون الدنيا برضو عنا لسه بشوية فزور المهدي هيملأ الأرض بقى خير وعادل وقسط كما ملئت ظلماً وجورة فمعنى كده إن قبل المهدي بشوية كان فيه الدنيا برضو مش مزبوطة بس مش لازم يكون قبلها بأسبوع بس الفكرة المهمة في المقطة دي احنا في طول العلامات الصغرى واحنا بنأكد إن لسه في علامات صغرى لسه ما حصلتش ده قطعاً يقيناً احنا ما نعرفش المقاس الزمن لكن آخر العلامات الصغرى اللي فيها ظهور المهدي هنبتدي يعني ندخل بقى في الغريق زي ما بيقولوا بداية العلامات الكبرى وهيبقى فيه مقياس زمني لأحداث هتعد قديه وهتعد قديه وهتعد قديه فأول نقطة العلامات الصغرى لم تنقضي وحتى أنا كنت رجعت النهاردة موسوعة العقيدة على موقع الدور السنية ممتاز جداً ومرتب بشكل رهيب يعني من ضمن العلامات الصغرى تكليم السبع والجماد الإنس يمكن دي نقطة أغلب الناس مش مستحضرها أصلاً ده قطعاً ويقينة لسه ما حصلش انحصال الفرات عن جبل من ذهب إخراج الأرض يكنوزها المخبوقة عودة جزيرة العرب جنات وأنهار خروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه وظهور المهدي والفتحات وهلاك قريش من ضمن الهلاك قريش ده العلماء قالوا فيه إن هذا رحمة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بأهلي من قريش علشان ما يحضروش الفتن الكبرى اللي هتحصل في علامات الساعة الكبرى في عندي برضو نقطة مهمة حابة نوضحها للناس إمتى حيغلق باب التوبة وحيختم على الناس بقى والمؤمن خلاص ده هيبقى مؤمن ويدخل جنة والكافر أو المنافق هيفضل كده ولن تقبل منه توبة ده هيحصل إمتى وإحنا عندنا العلمات الكبرى عشرة تمام؟ فيهم علامتين يعني لو واحدة حصلت مثلا الصبح الثانية في العصر هتحصل أو العكس واحدة النهاردة في العصر الثانية بكرة الصبح اللي هم الشمس من مغربها والداب حتى العلماء بيقولوا مين اللي قابل مين بغض النظر الترتيب أيو فيه حتى في العلامات الصغرى والكبرى فيه بعض الخليفة البصير لكن الشاهد معروف إن لو واحدة منهم طلعت التانية أي في أثرها على طول فإن طلعت الشمس مثلا من مغربها النهاردة الصبح فالعصر تبقى الدابة قد خرجت أو العكس النهاردة العصر الدابة بكرة الصبح تبقى شمس إيه؟ من مغربها طلوع الشمس من مغربها وظهور الدابة يختم عن العمل كده خلاص الأمر كضية والأمر تم الكلام ده بس للتوضيح ده هيكون بعد المسيح عليه السلام وبعد قتل الدجال وبعد يأجوج ومأجوج يعني سبحان الله باب الرحمة كبير جدا مفتوح من الله عز وجل كان فيه بس تعليقكم أنت حابب أقولوا أن حضرتك علقت على موضوع مع كل الحاجات دي برضو هيبقى فيه ناس شريرة وهيبقى فيه ناتفليكس كان عامل مسلسل عن المسيح بيصور فيه أنه رجع مرة تانية وبيشوف بقى رد فعل الناس حيستقبلوا إزاي المسيح في العصر الحالي وأنه بيقيم موتى طب هيؤمنوا به أنه بيمشي على المية بيؤمنوا به وطبعا هم ضربين شخصية المسيح في الخلاط إيمان يهودي على مسيح على إسلامي على كله يعني بس هي الفكرة إيه؟ الذي يريد أن يشكك سيستطيع أن يشكك يعني حتى في ظروف أن تحصل ملحمة كبرى وتنقسم جيشين إيمان وكفر آه طب وزي ما فيه ناس من الغرب حيبقوا مسلمين فيه ناس من الغرب حيفضلوا كفار طب المسيح عليه السلام هينزل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنان به قبل موته يعني هيؤمنوا به قبل ما المسيح يموت أو قبل ما هو يموت فيه خلاف التفسير بس فيه كثير من العلماء قالوا أني دي برضو دليل على عودته قبل يوم القيامة وأهل الكتاب يرجعوا يؤمنوا به بس فيه منهم اللي مش هيؤمنوا حينزل المسيح نفسه برضو مش هيؤمنوا فالإنسان سبحان الله قادر على أنه يضل نفسه ويشوش على الحق ويثبته بأكثر من طريقة يعني سبحان الله الصفسطة اللي يعجز عنها أحد أي حاضي دي لصفسطة إي برهان بمناسبة بس لو غلق باب التوبة ده موضوع باب التوبة ده أظن أنه هو هيبقى في الآخر خالص اللي هو من أول زي ما حضرتك كده قلت اللي هو من أول طلوع الشمس من مغربها وبعد كده الدبة اللي هو آخر ثلاث علامات وده اللي ربنا جل قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا تنفع نفسه إيمانوها لم تكن أملت لو أنت لو ما أمنتش قبلها خلاص شكرا ولا هيقبل عمل ولا هيسمع دعاء ولا هيترفع توبة ولا أي حاجة خالص لو رجعنا تاني الأحداث اللي موجودة في غزة لأن في ناس متخيلة يعني أن خلاص ليس بالإمكان أكبر مما نحن فيه ونحن على أبواب الملحمة الكبرى هل ده صحيح؟ هل نحن بالفعل على أبواب الملحمة الكبرى ولا ممكن الدنيا تتغير ويبقى لسه قدامنا سنين؟ ايه تصور حبيب؟ هو طبعا إحنا يعني لا ننكر أن رباط غزة ظهر عمود الكتاب يبدو أنه بدأ أن تقل للشم فعلا تمام بث روح الإيمانية في الأمة وأحداث كبرى بتحصل غير طبيعية ترتيب الأحداث نفسه ومفاجأة الأحداث نفسها مش طبيعي فيحنا بنلمح أن فعلا الدنيا أوشكت ومن فطنة المؤمن أنه يحذر وينبه ويشير وإنبه السلام كان إذا حدث الصحابة عن الدجال ظنوا أنهم في طافة النخل على أول الشارع عشان يستشعروا هيبة القصة فلازم يعني أول شيء نعرف أن الساعة اقتربت يقينا نعرف أن علامات الساعة الصغرى أغلبها تم نعرف أن الملاحم الكبرى قادمة يقينا ونعرف أن في بعض أمارات وعلامات على اقترب هذه الملاحم ده كل يقيني لكن إمتى السنة إمتى الحدث إمتى الفارقة اللي هتحصل دي عند الله عزالي علموها لعله يكون بعد كم سنة في حياتنا لعله يكون بعد 200-300 سنة الله أعلم هل ممكن فعلا تمتد لمدة طويلة ولا حضرك لا تظن ذلك لا أظن ذلك لا أظن الموضوع هيتطول كده خالص يعني لأن أنت ترى الآن أحداث تتصارع بصورة غير طبيعية والآخر تحفز وأخذ كامل الأهبة والزخرف الكامل والدنيا خلاص يعني يعني فعلا في زخرف كامل تم وفي استئسات حاصل غير طبيعي منهم وفي المقابل أيضا رباط ظهر رباط عجيب وعزيز فالموضوع فعلا يوحي ليك بتتابع الأحداث وأخبارها أن الموضوع مش متول كتير لكن أنا عاوز أسأل حضرك سؤال يا دكتور يعني خلي بالحضرك برضو موضوع غزة ده للي متابع الأحداث ده مش أول مرة يعني في 2013 ما حاول يدخلوا غزة وقصف وضمار وقطع وقود ونفس اللي حصل وتقريبا في 2002 كانوا قالوا الموضوع ده وفي 2008 تقريبا برضو حصل قصف وبتاع فاللي متابع الأحداث يقول لك اللي هو إحنا بس عشان دلوقتي مغضوضين فبنقول كده لكن بعد شوية الدنيا هتهدى تاني وغزة هترجع تاني ولسه إسرائيل هتمتد شوية في أرضها فده معناه أن الموضوع ممكن يطول ده مش زخرف كامل ولا حاجة زيما حضرك بتقول فإيه تفاصيلك أو إيه إيجابتك على الكلام؟ وأنا يعني هاخد دور محمد الشيطان للحظة هل متخيل ولو للحظة أن اللي حصل في غزة وأحداث حماس لو الدنيا رجعت تاني يا أخواننا في هدنة ونرجع خلاص بيس زي ما إحنا ودنيا زي الفول هل تتخيل الدنيا ماشي عادي؟ مستحيل ده يوكد المستحيل هو التاني حماس بها يجاهز بقى خلاص هو أنت فتحتين للدنيا فأنا هجهز عتاد غير طبيعي أنا من أسبوعين دخلت غلاف غزة الأسبوع الجامع في القدس فالعالم كله يعني أنا مبارح ما عرفش غزة دي أصلا النهاردة عارف كل أخبارها تخيل بقى العالم والدول وما إلى ذلك والناس اللي عايزت فهتلاقي إمداد غير طبيعي حصل لحماس بعد هذه الأحداث ده يقينا وكله بيمدها بكل ما يستطيع ده واجب إسلام مش سنة ولا إنسانية ولا كلام الفضل ده ولا تعاطف لا ده واجب إسلام يقيني فساعتها هتلاقي الإمداد غير طبيعي حاصل فالإمداد ده مش إحنا كنا من كم أسبوع بشوية يعني حاجات بدئية هم عملوها خاربين بها الدنيا ما يبقى بقى لما إمداد عالمي هيحصل خلاص الفيديو اللي هم نشروا يا دكتور نعم الصواريخ والحاجات اللي بيقولك تل أبيب تحترق والقدس تتحرق هل حضرتك تظن إن هم فعلا عندهم قوة هم مخبئينها وإنتوا لسه مشوفتوش مننا حاجة وإحنا هنطلع عينيكو هل ممكن فعلا الدنيا تنقلب بهذه الطريقة وإحنا لما كنا 6 أكتوبر نايمين وسنة الصبحة لازل طفان الأقصى ما تخيالنا للحظة إن الناس دي عندها هذا الإعداد إطلاقا ولول لحظة محدش توقعها لعدو ولا صديق فإنت تكتشف النهاردة متوقع بكرة أي دولة تتدخل وتمد هؤلاء بأي سلاح وربنا يوصله بنصر يا رب الله أمين الموضوع هنقلب فجأة لأن أنت ما عندكش حاجة وعمل فيهم كده ما بالبقى لما يحصل الدعم فهو الآخر وعشان كده قلتها محمد الشيطان الآخر ما عندهش خيارين إما إبادة كاملة ما يبكيش ولا يظهر فيها ودين مش سيساهم كده الدين مش سايباهم أنت اللي حاصل ده والأسف الدين مش سايباهم لا مش سيحصل مش حاصل إطلاقا دين مش سايباهم أنت عندك النهاردة يعني تغيير كامل مش سيحصل إيمانا بس بأحديث النبي سيحصل وبقى هو الواقع برضو اللي احنا شايفين الواقع اللي احنا شايفين وأولا النهاردة فقدت دول كثيرا انقلبت عن دعمهم أستقرام وأمريكا النهاردة لسه جوبيد النهاردة بتكلم صراحة أن إحنا كقيمة أخلاقية سقطنا في نظر العالم مين النهاردة بصت الأمريكان باحترام بعد الأحداث اللي حصلة دي فلا فيه ضغط غير طبيع عليهم من كل ناحية ثانيا انت عندك النهاردة المجتمع اللي هو الشباب وما إلى ذلك الأحداث مخليا مش طبيعي يعني هو توطر نفسي كبير مش عارف يرتاح عايز يهدى شوية من الضغط نفس اللي شايفه فلا فيه تغيرات يعني كاملة فالآخر قدام حاجة من اتنين مش عارف يعمل حاجة وعشان كده هما في مأزق لن يجدوا منه فكاك هو عايز يبيد ولن يستطيع بالضغط العالم مش عشان هو عنده أخلاق ولا شيء هو الرجل يعني محتل غاشم يبيد ولن يستطيع إن شاء الله أبدا ولن يؤتى بذلك والآخر إن خلاص الدعم هيصل لهم وإن شاء الله يمكن لهم بإذن الله عز وجل عن قريب فإنت فعلا ليس عندك اختيارات كتير وهو عشان كده حسبتك إن الموضوع مش مطول معاهم ويعني فعلا لو حسبوها صح كل واحد جوازه في جيبه ويطلع على الدولة اللي جاء منها هما إسرائيل بتحارب حرب بقاء خلاص يعني إما ننتصر فنبقى بمنتهى الحيادية وصدق والإنصاف النهاردة أي واحد منهم جوازه في جيبه ويفك ده صدق مش مجاملة ولا عشان مسلم لأن فعلا الأمر يعني لا يحتمل يا إما تبيد ولن يسمح لك بذلك إن شاء الله ولن تفعل أبدا ومش هيحصل أصلا مش منطقية حتى مفيش أمة مصلت على الكاميرات بهذا الصورة ويحصل فيها هذا يا إما الحل الآخر إن يمكننا يحصل دعم غير طبيعي وساعتها كل عمو أنت بخير فهو فعلا الآن أمام هذا التحدي الرهيب فهو إزاكي منهم جوازه في جيبه وهم الدنيا هدوهم يا لغاية واطلع على دورتك اللي أنت جاي منها جاي من بولندا جاي من روسيا جاي من أمريكا وإيش حياتك بالتالي يسقط الكائن وهو سقط خلاص بفضل الله يعني بالأحداث دي هو سقط سقط بعد سنة بعد شهر الله أعلم وفترا حتى كسر شوكاتهم دي 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 أكبر هدف يعني أنا عندي يقين إن هو خلاص الموضوع بتاعه انتهى بس هو بإيه بيماطل في حتة إيه بقى لو حصل هدنة بشكلها إزاي من هدنة دي الآخر هيشتغل بقى من تحت في الأنفق بيعد عدة أكبر مما أي حد يتخيل فالهدنة ليس في مصلحته أبدا والهدنة هتدل دكه دعم غير طبيعي من دول الجوار فإيه اللي قدامه دلوقتي إنه يستمر في القصف وقصف مش عامل مع حاجة محارب نفسيا محارب إعلاميا محارب ضغط من كل ناحية وهو اللي بيتضرب في الآخر برضو هو اللي بيسقط منه مقاتلين دايما آه بيسقط منه كتير جدا في حضرتك حابب تذكر شيء في النقاط اللي فاتت تدعيما يعني الكلام سابق قبل ما ندخل في النقطة الأخيرة واجب على كل مصلحة وأنا اللي عايز فعلا أؤكد عليه عشان الواجب ده ممكن يتول معنا شوية فأنا عايز أؤكد على حاجة مهمة جدا دايما في حديث الفتن النبي السلام بيرشدنا مش سيابنا كده يعني للمطلق في حديث حزيفة مع الفتن دايما نذكرنا بأن لازم إيه بسرعة عدرك نفسك تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات قال صلى الله عليه وسلم تعلم كتاب الله واتبع ما فيه لو مسلم النهاردة وشايف الأحداث وشايف اللي بيحصل ده ما ينفعش يكون لسه مش مستوعب فقهه للدين وتعلمه للدين لازم يكون عندك ورد يومي من القرآن ده بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه مع حزيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه أخذ ورد يومي بتدبر وتأمل لمعاني الآيات وحديث الفتن أيضا أيقظوا صواحبات الحجر قيام الليل شوف الرابطة هو قيام الليل أصل هو النهاردة أهل غزة انتصروا بالسلاح لا والله لو مكاسر السلاحهم ما لا شيء هو انتصار قوة المن في القلب قوة العقيدة قوة الثبات وده دايما بيخذنا استحضر بسرعة البيزنطيين زمان البيزنطيين دول حدث فارق في التاريخ البشري محتليين شمال أفريقيا ستة كرون ستمائة سنة جايبين هالأرض من مصر لغاية المغرب ما فيش حد قدامهم ولا حد يتخيل ان يقرب منهم ده احتلال كامل ستة كرون كاملة يأتي الصحابة بأسلحة من أبسط ما يكون البيزنطيين دول يجروا زي الفران قدامهم وبلا عودة فده حدث فارق في التاريخ البشري انت ازاي محتل نصف كارة ومحتل عن مركز العالم ويجي مجموعة من الصحابة طعيم من المدينة منورة بمجموعة من الأسلحة دهرب كل هذه الجيوش بلا عودة فده حدث فارق لحتى الفرس ايام جبروتهم عارفوا عبروا حاجة معاهم ولا اي امة هي امبراطورية عملاقة مستأسدة على هذا المكان من العالم يأتي الصحابة انتهى الموضوع فايه اللي علا في الموضوع هي العقيدة قوة ايمان في القلب قوة ايمان خلته مش همه ودائما انا بقى استحدث دائما القصة اللي ذكرها احمد الشام ربنا احفظه حولية سريانية كتبها واحد سرياني ان كان في طبعا حولية تكتب كل حول يعني بيقارخوا الاحداث في ذاك الوقت فهذا الشخص السرياني كان في عهد الصحابة فرأى جندي بيزنطي قائد بيزنطي بيجري بكامل عدته وعتاده من امام جندي مسلم بلا سرج ولا درع متخيل المشهد ده واحد مضرع ومقفل كل حالة زي الجنود السريانيين اللي بيقوا شارين وعي البتوبة بيجري هو بكامل عدته وعتاده امام جندي بلا سرج تخيل بقى كل حركة بألم ولا درع يعني انت فيش حاجة خالص فبعد فترة السرياني بيسأل هذا القائد الروماني او البيزنطي بيقول له دك ها أعزل انت قال كلما ألقيت عليه سهما انت لقاه بكمه مش فارق معاه أصلا فده مرعب بالنسبة للعقلية عالم اللي هو اللي كان فيه اللي كان فيه اللي كان فيه بيجري ورا عسكر السريلي بالشلوت اللي هو تحس اني وحوليه أخرى أيضا بتذكر في هذه الأحداث ان جندي روماني أعطى لجندي مسلم درعي من الذهب خالد درعي يعني خلاص انت وعلتك ما شاء الله اغتنيت مدى الحياة وده أطعت قدمه وكمل جاري وراه الله أكبر فهذه الفئة اللي نصارها مش القوة مستحيل تبقى قوة عسكرية ولا أي حاجة مادية هي العقيدة الإيمانية في القلب فهي فعلا لازم نعزز هذا الموضوع الشاب النهاردة يعزز عنده هذا الموضوع ان انا ازاي يبقى عندي ترسيخ للإيمان في قلبي وأدرس عقيدة وأدرس قرآن وأقرأ بتدبر يبقى عندي هم دعوي هم لهذه الأمة عندي مشروع الدعوي هسهر عليه واشتغل عليه والله هو أعظم درس اللي عمله غزة كم سنة شغالين ولا حد يعرف حاجة فجأة تظهر الظاهرة دي انا أتخفى بعلم شرعي ولا حد يعرف عني حاجة أدرس وأتقن مرة واحد يطلع على البحث الفلاني هو ده فعلا اللي كان في الأمة وده اللي بيوقد الأمل في الأمة مع نفسي خالص أخد كتبي وأدرس علم شرعي وأتقن أتخصص في أي مجال دعوي وفجأة بقى يطلع على البحث الفلاني والمفكر الفلاني وطلب العدم الفلاني يبقى مشروع دعوي في الغرب أي كان مشروعك الدعوي بس لازم يبقى عندي هم يبقى عندي مشروع مخطط فكرة أخد لها مثلا حتى عشر سنوات إعداد أعد نفسي مشروع مثلا نقد إلحاد أجيب الكتب وأجيب الأسلطة وأبدأ أسمع وأشتغل وأدرس عشر سنوات عندي باحث في هذا الملف رد على منكر السنة رد على الشيعة وهكذا فده فعلا اللي ينقصنا الآن إن أخد منهم الدرس في الإعداد أعد نفسي وعلى مهلي ومع نفسي من غير بقى نسمحني في اللفظ الناس بتستهلك في معطلات جانبية شوشيال ميديا وده شغلت أحنف ده لا ده أنا مع نفسي خالص وقص في جبهاته آه ده أنا أفضل مع نفسي خالص الناس بتدرس رد شبهات عشان تكسف الجبهة بس أنا مع نفسي بأتكن عشان أبى فعلا متكن رجل متكن في مجالي يحلق لي بعد ذلك بعد عشر سنوات أنا أصبحت طلب علم مكتهد في هذا الباب هو ده المسلم الواعي الآن أشوف مجال متكن فيه أو عندي بعض أدواته أو بعض آلياته أو بعض الأسلحة بتاعته أتكن هذا المجال جيدا وأدرسه جيدا على يد ناس متخصصة بعد كم سنة خلاص أبقى متفرد في مجالي أشتغل في تعلم لغة أدعي بها الناطقين ده المسلم لازم عندي هم دعوة النهاردة لازم عندي ورد من القرآن لازم أحافظ على طاعاتي هو ده اللي تنتصر بالأمة كنت أنا آسف بس أنا عايز أقول نقطتين يعني أو تلات نقطة ماشي؟ معلش أول نقطة أني أنا كنت بقول قبل كده في الحلقة أني دي حرب وفتنة وإحنا هننتصر هننتصر فإنت اللي محتاج تبقى جندي من المعركة المنتصرة مش الأمة هي اللي محتاجك إحنا كيكي عارفين اللي هيصن وكيكي عارفين في الآخر الغلبة لنا إنت اللي محتاج تبقى جندي إنت اللي محتاج تحط اسمك في الكشف اللي هيطلع في الآخر تاني نقطة اللي هو حضراك اللي قلتها دي ربط جميل جدا جدا حضراك لفت النظر لي بصراحة ربنا يا جزي حضراك خير والله على الربط مبين تعلم الدين وقيام الليل بحديث حزيفة ومبين الحرب والفتنة لأني أي حد في الوقت ده يقولك يا عمو ده وقت قيام دي ولا ده وقت مش عارف إيه ده وقت إن أنا اتضرب على الأسلحة وقت إن أنا أروح الجيم ووقت مش عارف هي مش كده هي كده برضو يعني وعدوا لهم ما استطعتوا لكن فكرة الربط الإيماني ده إنك بتغلب أو بتنتصر أصلا بالإيمان وبالعقيدة مش بالأسلحة فهده ربط بصراحة جزاك الله خيرا عنه النقطة الثالثة مش فاكرها والله ممكن نتكلم في موضوع أنا حابب بس لو حضرتك توجه كلمة لشباب لسه نايمين في موية البطيخ وده أمر يعني غريب جدا في نفس الوقت إن انت بتلاقي أطفال صغار أطفال صغار معنى الكلمة عيال في ابتدائي بتتكلم في موضوع المقاطعة وبتكلم بعض إيه ده انت بتاكل شبسي انت اسرائيلي ولا إيه انت كده بتساعد في موت إخوتنا ولازم تعتبرهم إخوتنا أطفال صغيرة في ابتدائي وعدادي في نفس الوقت لسه في ناس عادي تروح تاكل في المطاعم اللي هي اللي بتأيد وبتدي وجبات للجنود الصغيرة وبتدعمهم تقول إيه للناس المفروض منتسبة لأمة الإسلام ولسه نايمة في ميت البطيخ وكل هذه الأحداث الجسيمة لم تؤثر فيهم والله فرصة قدامهم طبعا فرصة كبيرة انك تراجع نفسك سريعا وتاخد موقفك سريعا والأمر لن يطول بنا زمان كل الأيام وكل الأحداث دي تجد ان الدنيا طائرة بيك بسرعة فإذا النهاردة مع هذه الأحداث لم تكن كافية كنذير ليك وانك تاخد موقف فمتى الموقف ومتى انك تعد نفسك متى انك فعلا تضع نفسك على أول الطريق وبأي وسيلة كنت يعني بأي وسيلة والله أنا حتى كنت مرة بقولها بقول يعني المسلم ده اللي أهمل في صلاته وقصر في صلاته انت فعلا رسميا بتعين الآخر علينا يعني شوف حديث الله سلام بعد ما تكلم عن الرباط وأهمية الرباط قال الله سلام اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط وإيه هنا الربطة ما هو أنت لو ما دخلتش المسجد وأرهقت نفسك في البرد ده بالوضوء والصلاة والذهاب للصلاة الفجر في الضلمة هو ده الإعداد هو ده فعلا بتعد نفسك بكرة علشان لما يناط بي مسئولية هيكون قدها إن شاء الله علشان بكرة هيبع عندي غيرة على الدين بكرة هاعرف أتفرغ للدعوة إلى الله عز وجل إنه ماذا لو أنا عايش مع نفسك كده في لا مش هيجي اللحظة اللي أنا فيها أستشعر غيرة بسرعة الغيرة تأتي من هنا أعد نفسي من هنا الصلاة أول حاجة الصلاة على وقتها الناس بتهمل أو تظن كلام كده روتيني لا والله ده كلام أسسي وجوهاري أنا أعد نفسي بالصلاة على وقتها هتجاهز بي عندي وردة ثابت من القرآن الكريم يوميا والله أعد بنفسي أن أنا يعني فعلا أعين هذه الأمة وأنصر هذه الأمة والأمة تنصر بالمسلمين الأمة يمكن لها بالمسلمين والنهار ده عندك يعني والله أهل غزة قدموا لنا فعلا فتح في معنى العزة ومعنى الثبات ومعنى النصر ومعنى الاعداد الصحيح يعني أمور ما يكوننا نتخيل نحن نتحكي نتكلم عنها والله سبحان الله ربنا ينصرهم يا رب ويمكن لهم يا رب مشاهد الناس يا دكتور اللي بيقوموا من تحت الأنقاض ويقولوا أنا الوحيد الولد الولد ما يجيش عنده عشرين سنة شايف الفيديو بتاعه النهاردة قايم من تحت الأنقاض أمه ماتت وبقيت عيلته مات وهو بيقول نحن غزة نحن أرض العزة نحن ثابتون أنا بعتقد أن دي من علامات اللي حضرتك قلت عليه انتقال الإيمان وانتقال عمود الكتاب والكلام ده إحنا إزاي نبقى زيهم أنا مش متخيل بصراحة البيت ده يتهد علينا ونفقد كل ما أملك وأبدأ من الصفرة وعلى الحديدة وأطالع كده عادي مش هممني والراجل اللي بيقول أنا بنيت البيت ده فاربعين سنة وفداك يا فلسطين ولله وأبني غيره إزاي الواحد يعني بيوصل للحالة الإيمانية دي والواحد عندما فعلا بيشوف هذه الأحداث ويشوف الثبات اللي عند هؤلاء هم نفسهم يعلمونا والله نحن والله ننتظر الدرس منهم كلنا نجلس كي تحت أقدامهم يعلمونا إزاي الثبات وإزاي التربية اللي ترسخ في العقول والقلوب هذا الأمر فعلا هؤلاء علمونا والله يعني علمونا كثير من الدروس يعلمك إزاي تثبت في وقت البلاء ووقت الكرب وده اللي خلي حتى الغرب نفسه مش عارف إزاي ماشي بموضوع ده يعني إزاي عندكم لسه ثبات على الإيمان وعلى التقوى بالعكس ده أنت بتثبت أكتر مع هذه البلاءات فدرسل أي حد فعلا تفضل كان فيها عندي تعليق بس فيديو زوجتي بتحكي لي عنه لوحدة أمريكية بتقول أحنا مش قادرين نفهم هما ليه متعلقين بالأرض أو كده هي دي الفكرة إننا أحنا محصرينكم ومجوعينكم قبل طبعا الضرب والقتل والكلام ده كان فيه حصار على غزة بعيله كام سنة ومنعين عنهم أكل معين ومنعين عنهم وهم المتحكمين في الماء وهم المتحكمين في الكهرباء هي بتقول أنا أمريكية أنا أصلا أجدادي جم وأباده السكان الأصليين وعيشنا مكانهم فإحنا ما عندناش تصور الارتباط بالأرض وإن دي أرضي دي مش أرضي أنا جيت وقتلت ناس وأعدت مكانهم فكأن يعني هي بتقول الخطاب الموجه للغرب الغرب مش قادر يستوعب موقف الناس دي يا جماعة ما تسيبوا الأرض وتمشوا أنتوا ليه مسكين قوي فيها كده ليه تتحملوا جوع ليه تتحملوا فقر ليه تتحملوا حصار ليه تتحملوا موت ما تسيبوا الأرض وتمشوا روحوا شوفوا لكم أرض تانية تقتلوا أهلها وتخدوها سبحان الله معلش تعليقاً رس على كلام الشيخ محمد شاهيني يعني كان ليه لقاء مع واحد أمريكي مسلم موضة 22 دقيقة فحضرك شوفت كنت بعته لحضرتك اللقاء بعنوان لا فعلاً كان اللقاء نزل على اليوتيوب على قناتي واللقاء على قناة حسين مصطفى أنا مش عايز أعلن مهم يعني اللقاء هو بالإنجليز لكن مترجم فكان من ضمن الكلام أنه كان بيقول هو أمريكي وأمريكي لأصل فهو بيقول لي أن فيه عدد كبير جداً من أوروبا وأمريكا دخلوا الإسلام بسبب ما يحدث في غزة فأنا سألته قلت له إزاي لأن اللي بيحصل في غزة ده يثبت نحن كمسلمين لكن ده بيدن طباع لغير المسلم أن المسلمين ضعاف وعملين يتقلوا ويتضربوا فمنين ده هيخلي دول يدخلوا الإسلام يعني أنت هتدخل في دين ضعيف ليه فهو قال لي كلمة غريبة أو قال لي هم مش بيبصوا كده هم بيبصوا إن إزاي ده واحد يتهدم بيته واتقصف وأمه وأبوه وإخواته وأصدقائه كلهم ماتوا ومعندوش حتى يسكن فيها حتى يسكن فيها ولسه بيقول الحمد لله هو إيه القلب أو العقيدة اللي جوه قلبه اللي مخليها يتحمل كل ده مخليها يتحمل كل ده ومع ذلك لسه بيقول الحمد لله وفي داكي عادي وإحنا في دا الدين يعني يعني ليه بيقولوا كده فلما بيبدأوا يقرأوا في الدين اللي داخل قلبه ده فبيدخلوا الإسلام فسبحان الله ما مش بس علمونا إحنا كمسلمين هم علموا فعلا العالم كله يعني إيه دين يعني إيه رباط وإزاي العقيدة تأثر في السلوك العقيدة مش كلام احنا قلنا يعني قبل زيك في كذا حلقة إن العقليات الغربية كلها والعالم كله تقريباً للإسلام عقليات تم تبويذها أصبحت بوذية صرفة أعمل تقوص الصبح دي وخلاص بعد كده علاقة لي بالدين إحنا عندنا العقيدة تختلط بالدم عقيدة سلوك عقيدة معاملة كل حاجة داخل فيها الدين عندنا فدي الغرب ما كانش لمحها قوي وأصبحت الآن كل الفلسفات الغربية والثقافات سواء كانت إرحادية أو غيرها كلها أصبحت كلها في القلور كله في القلور لكن عقيدة تؤثر في سلوكي عقيدة تأثر في معاملاتي في كل حاجة لا داخل الإسلام راسخ بصورة غير طبيعية فعلاً الإسلام غير تركيبة الإنسان نفسها قال إنسان بالتركيبة معينة عنده روح عزة عنده روح انتصار عنده روح أنه ممكن لي وأن الله عز وجل مؤيد له وسبحانه وتعالى ففعلاً الروح دي الغرب الانهزامي يفتقدها يعني الغرب ده عشان يقدر يحارب لازم قدام أمطار من الصلب والمدرعات وعشان يقدر بس يخش عشان كده باش عارف يتكلم ولا يتحرك لا يقاتلونكم إلا في قراء محصنة أم وراء جهود أديك شايف المركافة شكلها هزي الصلب بتاع وبتضربه برضو بفضل لها علينا بفضل لها علينا والله فهو دي طبعة الغرب إنه شخص تلكات أمة ويحل محلها أو يخدها عنده هو ده عقليته ده حياته أفريقيا واخد السرواب بتاعتها عنده في أوروبا أو ييجي عند مثلاً فلسطين يطلع على فيها ويجيب مكانها إسرائيل فهو ده عقلية العقلية الغربية عموماً فده العقلية دي على قدر ما هي إجرامية وليها بأس لكن الضعف ذاتي داخلها مفتقرة الضعف ذاتي جواها إنهزامية ضعيفة ما عندهاش العزة ولا عندها الثلاث مع أول ضربة هيجري وانت هتشوف إن شاء الله بعد هذه الأحداث عملية الهجرة العكسية من إسرائيل لن يسبق لها مثيل إن شاء الله كله بيفك بس دوقتي الدنيا برده مش ما فيش متسع أول مش فيش فرصة أصلاً بعد الأحداث دي كله هيفك إن شاء الله ما حدش هيتحمل لأنه فعلاً ضعيف من جواه مهزوز لن يثبت كثيراً ودايماً سبحان الله يعني وأن الله هموهن وكيد الكافرين أو المشركين فدايماً عندهم وهن سريع بيحصل بسرعة فيعني أبشر بما قادم إن شاء الله عز وجل أنا إن كان لي إني أوصي الناس وأنا والله ما أشأهل لو أوصي نفسي يعني إني أعمل إيه في الظروف دي زي ما حضرتك قلت الواحد هو لازم يرجع للأصول الدنيا مش هتتغير وطريقة إنك تكون مسلم وإنك تكون مؤمن مش هتتغير لازم تشوف إيه الأساسيات والفروض اللي مطلوبة منك كمسلم إنت مش ملتزم بالصلاة يبقى أنت لازم تلتزم بالصلاة أول حاجة إنت ما تعلمتش دينك يبقى أنت لازم تتعلم دينك لازم تتعلم الطهارة لازم تتعلم العقيدة لازم تتعلم الفقه لازم تبقى مسلم لازم تطلب العلم وتعبد الله عز وجل وتصبر على كل هذا وتبدأ زي ما حضرتك قلت يكون ليك مشروع دعوة واهتمام اللي ربنا ذكروا في سورة العصر والإمام الشافعي قال له كانت دين السورة الوحيدة اللي نزلت من القرآن لا كفتنا يعني والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصدر فالإنسان لازم يبقى مؤمن ويعبد الله عز وجل ويعمل الصالحات أنا أوصي الناس إن هي تهتم كثيرا جدا بقراءة القرآن الكريم وتهتم كثيرا جدا بمراجعة التفاسير والتدبر والفهم والكلام ده كله لإن فعلا الإنسان هيبتدي يشوف إن واقعنا اللي احنا عايشين فيه ده وصراع ما بين الحق والباطن المبسوث في القرآن الكريم كثيرا جدا وهيبتدي يشوف سواء قصص النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والغزوات المحكية في القرآن أو حتى أخبار الأمم السابقة حتى يعني زوجتي بتتكلم في موضوع أصحاب الأخدود يكاد يكون ما يحدث لكثير من الناس في غزة شبيه جدا بقصة أصحاب الأخدود بياخدوا الناس والصور يعني سبحان الله كانت مبسوثة بياخدوهم ويقلعوهم ويربطوهم وياخدوهم والله أعلم بقى بيعملوا فيهم مجازر جماعية أو بقى هم عاديين في بيوتهم ويقوموا هدمين عليهم البيوت ويعودوا تحت الهدم ممكن 3-4-5-6 أيام محدش يعرف يطلعهم فلابد أن نمسك نحن بحبل الله لأن هم ما عندهمش غير حبل الناس وحبل الناس ده هينقطع إلا بحبل من الله وحبل من الناس هم ما عندهمش حبل الله أحنا اللي عندنا حبل الله هم مسكين في حبل الناس وحبل الناس ده بينقطع واحدة واحدة بسبب هذا الإجرام والفجور اللي أصبح يعني مفيش فيه خشة والحية بقوا بيصوروا نفسهم وهم بيرموا الخنابل في المسجد بقوا بيصوروا نفسهم وهم بيعملوا العمليات الإجرامية دي لعل وعصى هم يعني أنا كنت بتناقش مع زوجتي بقول لها ده محاولات فشلة علشان يعني الناس تطلع من تحت الأنفاق في أوقات معينة ممكن يكشفوهم بيحاولوا يستفزوهم وهو بيدفع تمن غالي جدا علشان هم يغلطوا تكتيكيا فيكشفوا مواقعهم أو حاجة زي كده أو يعملولهم كمين أو حاجة زي كده لكن بفضل الله هم عارفين كويس قوي زي ما بيتقال يعني نصر أو استشهاد هم عارفين كويس قوي إن اللي بيموت ما بيروحش هباء منثورة ودول مع النبيين والصديقين عند الله عز وجل في أعلى وأعظم الدرجات إن واحد يعني يعوز إيه من دنياته أكتر من كده وبفضل الله عز وجل أي حد بيراجع أخبار الحرب اللي حصلها الكائن الصهيوني بيتكبد خسائر لم يتكبدها منذ حرب أكتوبر مع مصر وده أمر في غاية العجب عدد القتلى اللي وقع فيهم سواء من 7 أكتوبر أو من بعد الحرب أرقام بالنسبة لهم مرعبة ومفزعة وأصبح الآن بقى فيه كلام واضح إن الكائن الصهيوني خسر في هذه الحرب وإن الاستمرار في هذه الحرب حماقة وسنظل ندفع تمنها ولازم العقلاء يعني وزير الرئيس وزراء الكائن الصهيوني هو بيحاول إيه يستثير المشاعر يا جماعة دول هما لسوعونا على أفانة أحنا ما ينفعش نسكت لازم ندخل ندكها طيب يا عم احنا كلنا وراك ويدخل دكها عرفت الدكاة ما عرفتش عرفت تقضي على حماس من كام يوم فات دخلين في كام 60 يوم داخل ما عرفتش إن جبت إنت خبر قائد عليه القيمة من قادة المقاومة قدرت تقتله في كل يوم بيسقط من عند الكائن الصهيوني قادة كبار خلاص بقى ليس فيكم رجل رشيد يقولوا العبث والهمجية والبربرية اللي أنتو بتعملوها دي حتى ظل توقعا فأنا حابب أختم كلامي في هذه الحلقة المباركة اللي أنا بحمد الله عز وجل إنه جعلني جزء منها إن أكيد بإذن الله عز وجل نصر للمسلمين وإما عاجلا أو آجلا اليهود سيزولوا من الأراضي المقدسة والمسلمين هيحلوا محلهم وبإذن الله عز وجل قريبا سنصلي في المسجد الأقصى هم كانوا بيعلنوا إحنا عايزين نقتحم المسجد الأقصى عشان مش عارف شرعة البقرة الحمرة اللي عايزين نعملها دي ولا إحنا عادنا نحكي فيها أنا وحمزة بس بإذن الله عز وجل هم مش هيلحقوا يعملوا حاجة والمسلمين هم اللي هيصلوا في المسجد الأقصى لكن زي محسن بيقول أحنا في ظروف بيحصل فيها التباين الشديد ما بين المسلمين والمنافقين والكفار لازم الإنسان يراجع قلبه ويراجع قدته علشان لما تحدث الأحداث الفارقة دي يجد أن قلبه يجعله مع المسلمين المؤمنين ما يكونش في جيش الصهينة نحن مؤخرا كانوا عاملين قايمة كده يقولك التابعين للأمة الإسلامية اللي بينصروا الصهيونية ناس زي أبو حملات وغيرهم أحداث بتحصل بتكشف كلوب الناس وتخليك يعني يا ابن انت عائل ايه الكلام اللي انت بتقوله لا هو خاص هو كشف عامة في قلبه ظهر ولا تعرفونهم في لحن القول وذا مش لحن بقى ده هو قاعد يعني بيطلع اللي في قلبه وهو مرتاق فاسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان وعلى الإسلام وأنه يصلح كلوب الشباب وبنات المسلمين وأنه هو يعيد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا لأن فعلا الحديث اللي هو بيقول هاتوا اللي ثابتهم مننا الغرب هيجي حارب المسلمين هو هيحصل تبديل أنت في حد هاخد مكانك فكرة أن انت يا ابن تبقى مع المسلمين لو مش هتبقى معهم في غيرك هيبقى معهم وفي غيرك ربنا هيستخدمه في نصرة دينه فنسأل الله عز وجل أن يستعملنا دائما لنصرة دينه اللهم أمين حب حضرتك تقول كلمة أخيرة أسأل الله عز وجل في هذه الأوقات التي تمر بها الأمة أن ينصر أهل غزة وأن يمكن لهم وأن يهلك اليهود من أعينهم اللهم أمين اللهم أمين عندك كلمة أخيرة تحب أقولها متأخر يا شيخ طيب أنا بس أريد أقول حاجة بجد الله بلما ننهي وهو زي ما شيخ محمد قال أنت في وقت الفتنة يا معدول يا معدول سبحانه ربنا عز وجل بيوصف الفتنة يعني يقول ألا في الفتنة سقطوا عارف فيه ناس كانت عالية قوي في وقت الفتنة بيسقطوا خلاص وتاني حاجة عاوز أقولها هي أن العدو الحقيقي يعني أنت لو في جيش المسلمين قدامك جيش كفار فطبيعة الحال مين عدوك؟ الكفار صحي كده؟ أكبر عدو ليك وأخبث عدو ليك هو اللي واف جنبك في الجيش من ذلك ربنا عز وجل بيقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خباله ولا أوضعه خلالكم عارف خلالكم بص الوصف القرآني سبحان الله بيتكلم عن العدو الحقيقي اللي هو اللي بيكون خلالك ده بيكون بني جلدتك وبتكلم بلغتك وبتكلم بدينك ويقولك ده أنا عايز أنصر الدين فهنعمل كذا اللي هو أصلا لمصلحة ربنا عز وجل بيقول كده بيقول وإذا رأيتهم تعجيبك أجسامهم وإي يقوله تسمع لقولهم كأنهم خشوا بالمسندة بص ربنا جل بيقولك هم العدو فحذرهم خلي بالك بقى عالف لام المعرفة دي فده الوقت وقت الفتنة ده اللي بيسقط فيه الناس اللي كنت تفاكرهم رموز وبيظهر فيه الناس اللي أنت كنت تفاكرهم غلط فالوقت ده حاول تبقى على الوعي ده بقى لأنك لو ما بقيتش على الفكر والوعي ده ده دلوقتي مش هيجي وقت تاني صحي والتالت حاجة وأهم حاجة عاوز أقولها وهي للمسلمين كلهم مش عاوز أقول بس للدعاء لإني في الأصل زي ما قال الشيخ محمد الغليز ربنا يبارك فيه كل مسلم دعية ومش كل مسلم علم لكن كل مسلم دعية إحنا محتاجين نشتغل في الدعوة يا دكتور بشكل غير روتيني شوي وأنا أسف أن أقول الكلام ده في قسطة اتنين من القامة الكبار في الدعوة ولكن أنا أصغركم وتلمسكم طبعا لكن فعلا إحنا محتاجين نشتغل بفكرة مختلفة يعني هم علشان ينشروا العالمانية بتاعتهم عملوا أفلام ومسرحيات ومسلسلات وعملوا دعم دولي مهول وعملوا أفكار وعملوا رويات وعملوا كتب عملوا كل حاجة إحنا عملنا إغير الفيديوهات يعني أنا من ضمن المقصرين دول فعلا إحنا بنعمل إغير الفيديوهات إحنا محتاجين نستخدم أسليب مرة لللاوعي ومرة للوعي ومرة أسليب فنية في التمثيل ومرة أسليب تانية كتابية ومرة أسليب بروائية ومرة أسليب أدبية لكن أنا آسف إن أنا بقول ده إن إحنا ممكن نكون بنعمل بعض الخطوات اللي نحتاج بها قدام نفسنا إن إحنا هم نعمل حال لكن في الأصل إحنا ما بنبذلش مجهود لديننا زي ما أهل الباطل بيبذلوا مجهود لعقدتهم الباطلة إحنا محتاجين نفكر بشكل مختلف محتاجين المبرمج يقدر يطور نفسه في 10-15 سنة إن هو يعمل منصة منفسة للفيسبوك أعمال يعمل شركة عشان بس تكون وقف لدعم الدعاء زي ما فيه دعم للممثلين والفنه وزي ما فيه دعم تاني للباطل البين زي الملحدين إحنا محتاجين رجل الأعمال الناجح يشغل ناس ما بتشتغلش عشان يقدروا ينتجه محتاجين رجل الأعمال الناجح يعمل مؤسسات لتعليم الإسلام إحنا محتاجين ده شيخ الإسلام ابن تايمية كان شيخ الإسلام ليه ما كانش بيطلع في خطب يعني هو كان طبعا بيطلع في خطب لكن ما كانش شديد دعوته لا كان ساعة العلم تلاقيه عالم في الفيزياء تعلم علم الفيزياء والفلك وساعة انتشار الفلسفة انتقد منطق أرسط وساعة مراحل غير لغته تعلم أربع لغات وراح دعاه وساعة الحرب دعا بأنه كان في صف الأولى في الجهاد هو دي الدعوة الدعوة ان احنا نشتغل في كل حاجة بفكر مواكب لغة وبانعسجIO قاله وما أرسلني من رسولين إلا بلسان قومي ليبين لهم إحنا محتاجين نشتغل بلسان القوم في كل حاجة إحنا محتاجين ده إحنا محتاجين نشتغل بأسليب مختلفة وأسليب غير روتينية في الدعوة عشان توصل الوعي الحقيقي للمسلمين فنتعلم دينا أولا ونعلم غيرنا بأسليب مختلفة أسليب غير روتينية جزاكم الاخرا على المساحة اللي انا خدتها وانا اسف ان انا اتكلمت الكلام ده قدامكم يعني بس تلميذك بقى عشان بس ما تقولش ان انا بقى قطع عليكم بطاعة دي بقى قطاها بعد ازنان في المنتاج هو بإذن الله عز وجل الامة حتتغير للافضل وهي بتتغير وملامح ده واضحة جدا لاغلب الناس سواء واقعنا الحالي اغلب الناس بقى عندها واعي ازاي يقدر انصر القضية الفلسطينية واخوانا في غزة وفي الاراضي المحتلة من اكبر واحد لاصغر واحد وايضا في الغرب اصبح الناس عندهم واعي كبير جدا بالاجرام اللي بيحصل من قبل الاراضي المحتلة ومن امريكا وكل من يعاونها الدنيا بتتغير فاسأل الله عز وجل ان يكون هذا التغيير في صالح الاسلام والمسلمين وان اللي على الحق يثبت عليه وان اللي على الباطل يتغير يبقى في صفوف الحق ويجعلنا جميعا لنا دور في نصرة الامة الاسلامية باذن العظيم جزاكم الله خيرا دكتور على حضور حضرتك وانا بكون سعيد دايما لما بشارك حضرتك في اي لقاء وايضا الاخ حسام مصطفى ربنا احفظه البرك فيه هو بيتكلف كثيرا في ترتيب هذه اللقاءات جزاه الله خيرا وإلى ان نلتقي في لقاء اخر باذن الله قريبا جدا لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة